بعد الخطوة التصعيدية من قبل لجنة مجلس النواب الأمريكي المختصة في التحقيق بأحداث السادس من يناير وستدعائها للرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته أسئلة عدة تثار حول تعامل ترامب مع هذه التطورات ليس هناك من أي فرصة لجلوس ترامب أمام هذه اللجنة والاستماع لما ستقوله فجمهوري تلو آخر اتهم ترامب بالقيام بالكثير من الأمور أمامها ترامب سيمضي قدما في عقد المزيد من التجمعات الانتخابية وقد يترشح مجددا وسيستمر في وصف ما يجري على أنه محاولة للنيل منه أعضاء في اللجنة أشاروا إلى أن القانون يجبر ترامب على الحضور دون أن يوضح أي منهم إن كانوا مستعدين لمطالبة وزارة العدل بتوجيه اتهام لترامب بازدراء الكونغرس على غرار ما فعلوا مع مستشاره السابق ستيف بانن بعد رفضه للتعاون معهم والذي وجد نفسه لاحقا أمام متاعب قضائية وقانونية الاعتقاد الضمني بالنسبة للجنة التحقيق عندما كان يتعلق الأمر ببانن هو أنه لعب دورا لافتا وإن كان بشكل غير رسمي في لم شمل قادة أساسيين حول ترامب للتخطيط للرد على نتائج الانتخابات الرئاسية من ناحية ثانية لم تحدد اللجنة حتى الآن تاريخا معينا لمثول الرئيس الأمريكي السابق أمامها قائلة إنها تنتظر اكتمال المستندات اللازمة لجنة السادس من يناير وقتها ضيق للغاية مع اقتراب الثامن من نوفمبر موعد الانتخابات النصفية المقبلة وإن صدقت التوقعات وسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأمريكي فأعمال اللجنة المعلقة قد لا ترى النور مجد يازجي سكاينيوز عربية واشنطن